اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشدلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير بهدف تحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وكذلك على نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية وخلال الاجتماع تم عرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة خاصة ميناء الأسكندرية بما يضمنه أو يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاول الرئيسية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلية كما تم أيضا استعراض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات فضلا عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع إلى جانب استعراض مستجدات تطوير ميناء الذميات خاصة تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج وإنشاء محطة الحاويات بالميناء محطة تأتحية مصر واحد لخدمة حركة الصادرات المصرية وبهدف مواكبة تزيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد وهو ما سيحول ميناء ذميات إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ترجمة نانسي قنقر